اسمع الكلام اللي قالوا أستاذ حسن عبدالله ونرجع نكمل الكلام وجهة موزرمة في البنك المركزي وكل الدولة أن عوجود سعرين صرف سعرين صرف في أي اقتصاد هو مرض مرض لا تستقيم معاه الأمور وبعدين بيقولك أنت الدولار كان بـ 30 بقى 50 طب ليه ما هو مش كان بره بـ 70 وشايفينه راح مش عارف كام ولا ألف جنيه ولا أي رقم هم شايفينه رايح له كانوا يسمع أرقام غير منطقية ده كله كان بلغان على إيه إنه ما فيش ثقة في الجنيه وما فيش ثقة في المستقبل ما فيش ثقة حتى إدارة التدفق النقدي اللي موجودة لأنه بيجي يحسب يقولك قادي عليك كذا ومعاك كذا الحمد لله لنهارضة وقايف قدام حضراتكم بقول لكم إحنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيد خاصة مع توحيد سعر الصرف الخطر في وجود سعرين صرف ده خطر بيمس كل واحد فينا هو إنه إحنا ممكن نستخده ببساطة لكن هو موضوع أنا ليه بأتكلم كده إن كان فيه أصوات جامدة بتنادي بإن إحنا الدولة تمشي بسعرين صرف فأنا أهمني إن طبعاً نبقى واضحين إن ده سعر الصرف ده لو فيه سعرين صرف السوق السودة دي حضراتكم هتبقى في كل حاجة وكل السلع في المستقبل هتلاقي أي سلعة لو هي جاية لها سعرين وبعين في الآخر إحنا في الفترة اللي فاتت ومنخبيش على حضراتكم إمكانياتنا كانت بس إن إحنا نقوم بتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية اللي أغلبها مدعم فالمواطن لما كان بينزل يشتري أي حاجة كان بيشتري بأرقام جامدة جداً وهنا وهنا في نقطة إحنا كلنا لازم نكون وعين لها إحنا كمستهلكين مصريين عندنا الحساسية للأسعار أقل من في رأي أي مواطن في العالم يعني ناس كتير قوي بتروح بيبقى السلعة بتغلى هو برضو بيشتريها طيب ما إحنا جزء جزء من الحل إن إحنا كمان نقلل لما يبقى في حد وإن إحنا نسأل بدل مكان نسأل في مكانين وإن إحنا في الآخر نبقى عارفين إن أنا حالياً أقدر أأجل وأنا بقول لحضراتك أقدر أأجل قرار الاستهلاج بتاع المستقبل إن الأسعار خلاص مش مش هترتفع ليه مش هترتفع لإن إحنا حضراتك كان الناس بتدعي إنها بتجيب الدولار بأسعار عالية جداً وبالتالي بتصعر بتسعير غالي جداً والنهاردة في إتاحة في إتاحة إحنا بدأنا من أول النهاردة إتاحة بكميات كبيرة من خلال الجهاز المصرفي ترجمة نانسي قنقر